نريمان أم فلسطينية أبت القسوة الإسرائيلية إلا أن تجرح طفولة ابنتها عبر جعلها تشاهد أمها وهي تعتقل بوحشية من قبل الجنود الإسرائيليين وذنبها فقط هو أنها شاركت في التظاهرة الأسبوعية التي تجري قرب قرية النبي صالح غرب رامالله ودخولها بحسب ادعاء القوات الإسرائيلية إلى منطقة عسكرية محظورة صراخ الإبنة وبكاؤها إضافة إلى وجود عدد كبير من المصورين لم يردع جنود الاحتلال عن تنفيذ عملية الاعتقال من دون رحمة عملية وصفها التليفزيون الإسرائيلي نفسه بأنها خطوة غير حكيمة حادثة اعتقال نريمان ليست إلا أنموذجاً عن المعاناة والتنكيل الذين يتعرض لهما الفلسطينيون من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر